فتحي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تخرج من جامعة حضرموت قبل أربعة أعوام بعد أن تخصص في الحاسوب وظل عاطلا عن العمل منذ ذلك الحين التحق فتحي بمشروع عمال الذي تنظمه مؤسسة محلية ولم يبقى مكتوف الأيدي أمام تحديات الوضع المعيشي الصعب وبعد أن قرر العمل اختار قسم الدعاية والإعلان لما يتناسب مع حالته الصحية أنا دخلت في مشروع أمان الحمد لله في قسم الدعاية والإعلان والحمد لله استفدت كثير في قسم الدعاية والإعلان في برنامج الفوتوشوب في معلومات كثيرة كثيرة استفدت منها في مجال عملي حرفة في اليد أمان من الفقر من هنا انطلقت فكرة برنامج أمان الذي تنفذه مؤسسة العقيق التنموية لتأهيل ألف شاب وشابة في أكثر من 24 تخصص ليعود بالفائدة على الفرد والمجتمع بشكل عام الهدف الرئيسي من هذا المشروع بطبيعة الحال هو تشغيل وتدريب الشباب في مهن متوسطة لها حاجة في سوق العمل في تريم وقد وصلنا تقريبا إلى 23 تخصص بإذن الله مستهدف في خلال الثلاث سنوات هذه لتغطية عدد ألف متدرب بين شاب وشابة يعد برنامج أمان أحد أهم البرامج الاستراتيجية في محافظة حضر موت التي ستساهم بشكل كبير في محاربة البطالة في صفوف الشباب من خلال اكتسابهم المهارات العملية هذه الدورة أخذنا فيها المجال النظري ومن ثم من بعدها المجال العملي يعني اللي أخذناها المظري هذا يثبت بالعمل يعادة تأهيل الشباب في البرامج الخاصة يتيح لهم الحصول على الفرص والانخراط بسهولة في سوق العمل حدد مساعد قناة بلقيس حضر موت